وينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز إذن يعني طبقا لحصر القائمة الأولى من المرشحين من هم أبرز من تقدموا بأوراقهم حتى الآن نعم بالفعل ربما الآن نتحدث عن انتخابات رياسية قبل خمسة أيام من إغلاق الموعد أو انتهاء الموعد المخصص من قبل المفوضية لتقديم طلبات الترشح للتنافس على منصب رئيس البلاد حتى هذه اللحظة نتحدث عن سيف الإسلام القذافي المشير خليفة حفتر بعد أن قدم بالأمس أوراق ترشحي لدى المفوضية العليا للانتخابات عن دائرة بنغازي أيضا من المترقب أن يكون هناك خطوة مشابهة ومماثلة من قبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ذات الحال كذلك عارف النايض الذي كان يشغل منصب سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نتحدث أيضا عن وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا كذلك أحمد معيتيقة الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق نتحدث كذلك عن السنوسي إحليق أيضا نتحدث الآن عن عارف النايض الذي قدم أيضا بالأمس أوراق ترشحي لدى المفوضية العليا للانتخابات عن الدائرة الانتخابية طرابلس كل المؤشرات والمعطيات حتى هذه اللحظة تشير على أن التنافس نحو كرسي الرئاسة لن يكون بأشيء الهين والسال الآن مطلوب بعد الآن ربما أسبوع الآن ستنطلق بشكل مكثف وبشكل علني بعد أن يتم حصر القائمة النهائية وقبول المفوضية العليا للانتخابات بشكل نهائي أوراق الترشح لكل المترشحين ستبدأ الحملات الانتخابية والدعائية لكل المترشحين سواء كان ذلك لمنصب رئيس البلاد أو حتى المتنفسين على المقاعد النيابية على عموم الدوار الانتخابية في ليبيا نتحدث الآن على مسألة غاية في ألهمية وهي ربما الآن التنازلات أو التحالفات التي ستتم خلال الفترة القادمة بين المترشحين لمنصب رئاسة البلاد هكذا تأتي التحليلات وهكذا كذلك كل من يتحدث وكل من هو قريب من الشأن الليبي يتحدث على أن من الضرورة أن يكون هناك تحالفات بين كل المترشحين بالإضافة كذلك على ضرورة أن يقدم كل المترشحين لمنصب رئاسة البلاد على وجه الخصوص البرنامج الانتخابي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي لسيما على مستوى التأكيد على مسألة السيادة وكذلك في حل المشاكل الاقتصادية وإيجاد الرؤى النظرية والعملية بشكل واقعي حتى يتم حل حالة هذه المشاكل عبد العزيز يعني ونحن نتحدث عن أبرز المرشحين ما حقيقة الأنباء حول أيضا ترشح عقيلة صالح لهذه الانتخابات نعم صحيح عدة مصادر مقربة من سيد عقيلة صالح تؤكد بالفعل على أن هناك زيارة مرتقبة سيجريها عقيلة صالح إلى مدينة بنغازي لمقر المفوضية العليا الانتخابات خلال ساعات أو ربما أيام قليلة لمقر المفوضية لتقديم أوراق الترشح عدة مصادر مقربة نتحدث هنا على مستوى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب وقد أجرى خطوات عملية بالفعل صالح خلال الفترة الماضية اجتماعي مع عدد من النقبات وكذلك اجتماعي مع المكونات الاجتماعية عن شرق وجنوب البلاد بالإضافة كذلك لالتزامه بقانون أو تشريع الصادر عن مجلس النواب بضرورة توقف عن داء مهامه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر ما يقرب عن شهرين الآن توقف عقيل صالح عن إدارة جلسات مجلس نواب دخوله في إجازة حتى الرابع والعشرين من ديسمبر كل هذه المؤشرات كانت تدل على نية لدى رئيس البرلمان بفعل حتى يقدم ويتقدم للانتخابات الرئاسية للتنافس في الرابع والعشرين من ديسمبر عبد العزيز الفاخري مراسل الغد من بنغازي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر